بعد عقود من شلال الحياة فيها عادت مدينة تمزين القديمة بمنطقة جبل نفوسة إلى مكان ينبض بالحياة عقب يطلق حملة لتنظيفها وترميمها من قبل الأهالي ضمن جهود تطوعية تهدف للحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي العريق للمدينة التي تزخر بثقافتها المتأصلة ومورثاتها الأصيلة التي تعكس مدى ارتباط الإنسان التمزيني ببيئته ومجتمعه مدحف نفس الشيء هذا في ليه كبير عرفنا أن الحاضرة لا تعرف قيمة هذا الموروط لازم نعرفه وهذا من يعتبر أنك عندك ماضي المدينة هذه نعتبره أنه عندنا ماضي ولم عنده ماضي ما عنده مستقبل أعمال الترميم تركزت في مرحلتها الأولى على تنظيف الشوارع والمنازل التي ما تزال قائمة بالإضافة إلى القيام ببعض الترميمات البسيطة في عدد من المواقع داخل المدينة القديمة مع مراعاة المحافظة على النمط العمراني الذي شيدت عليه المدينة واستخدام مواد البناء التقليدية والأخذ في الاعتبار عدم تغيير المخطط الأساسي لها دون العبث بالأعمال الفنية مثل الزخارف وإبقاء جميع العناصر المعمرية على حالها رجعت أي حاجة طايحة في إمكانها نضفت الأحياش اللي في الشارع كلها أحياش نظيفة وعندك فيه ساحة يعني لطا حتى هي ما فيه هاش يعني جاي على حافة الوادي ما فيه هاش يعني سياج فقدرت له سياج يعني تبعد يعني تبعد حتى الصغار يعني على القل ما شفي حد بيطيح وكذا رغم ما تمثله هذه المواقع الأثرية من أهمية في تحسين الوضع الاقتصادي كونها جاذبة للسياح إلا أن ذلك لم يدفع بالجهات المختصة من وزارة السياحة إلى أن تتخذ خطوات للحفاظ عليها وإبراز هذه المعالم الأثرية ليبقى الأمر مقتصرا فقط على المبادرات الفردية والأهلية التي يطلقها الأهالي ومنظمات المجتمع المدني لأجل ترميم هذه المواقع وحمايتها من الأندثار والتخريب بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية ترجمة نانسي قنقر